تدوي في الشمال العراقي ضربة جديدة بطائرة مسيرة قتلى ومصابون ومنهم عناصر في جهاز مكفحة الإرهاب في إقليم كردستان الصورة ليست جديدة على العراق فالهجمات الجوية التي تشعل فتيلها تارة تركيا وتارة أخرى إيران بطائرات مسيرة كل منهما يبرر القصف بمواجهة غريمه على الأرض العراقية تشيع جثمين ضحايا الواجب الأمني من عناصر مكافحة الإرهاب الذي نظم لهم الاتحاد الوطني الكردستاني جنازة عسكرية مع تضارب الأنباء حول مقتل أعضاء من حزب العمال في السياق آخر يجدد حالة القضب العامة في الشارع العراقي لما تفعله دول مجاورة كتركيا وإيران من انتهاك السيادة بعيدا كل البعد عن قيافة الهندام الجميل في لقاءات الدبلوماسية بيانات الشجب والاستنكار ليست بالجديدة كذلك بل إنها حالة تنقل التوتر بين أربير وبغداد بمطالب فرض السيادة واستعادة هيبة الدولة على كامل أرضها قصف مطار عربت في السليمانية حدد بطائرة مسيرة قادمة من تركيا ذلك بيان المتحدث العسكري باسم الحكومة يحيى رسول بيان لم يحدد الجهة المتورطة في القصف يشدد خبراء على أن غياب التأكيد الرسمي خرق للسيادة العراقية تحديدا بتوالي الهجمات التركية على محيط مطارات في أربير والسليمانية وبعض المناطق التي تنشر ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني تحت عنوان الهجوم الصاروخي أو المسير وإلى أبعد من السليمانية قليلا حيث الحدود التي تترقب بحرصها تهديد إيران بشن هجمات على شمال البلاد بحجة ملاحقة ونزع سلاح أحزاب معارضة لها ولو كان ضمن اتفاق أمني بين طهران وبغداد إذ يذهب المشهد إلى مخاوف انتهاك السيادة المستمر في ظل التوتر الذي وكأنه يحاصر العراق من شماله وحدوده مع إيران وحدوده كذلك مع سوريا حيث التحدي الأمني هناك اشتركوا في القناة